مرحباً مرحباً يومي هذه المساعدة هي للمنزل و ستستطيع التعلمات التي يمكنك أن تقول لك لنبدأ أنا بحبك هذه المساعدة يعني أن أحبك وفي العربية المدرسية يعني أنه أنا أحبكي أنا أحبكي أ Pokفين أن تقلل أشبر كامل مت區م و أمانك ليس لذلك لا تقولها في الشعب العربية المدرسية لأن الشعب العربية المدرسية هي كثير بسبب يجب أن تقولها في الشعب العربية أو أي شيء نفس الكلام لإضافة أكثر أشعالات وإعادة لها مكتاب المساعدة هذا لذلك قامت الأسجار في الشعب العربية المدرسية نعمل عربية المدرسية في نفسنا ومتحدثات أحيالة لذلك شعبين يقولها أنا بحبك تجوزيني أنا بحبك وعاوز أجوزك أنا بحبك وعاوز أجوزك أنا بعشائك أنا كمان بحبك أنا معجب بيكي أنا معجب بيكي أنت حبيبتي أنت حبيبتي أنت حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي أنت حبيبتي أكبر 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 يا بحبا تلاحظة إلى المصرح في هذا الفيديو يمكنك فرصة هذا أكبر في الأخير أو في الأمام مثل أنا جبتلك هدايا يا حبيبتي أنا جبت لك هدية يا حبيبتي بتوحشيني بتو حشيني بتوحشيني You can use this sentence to tell her that you miss her in general But if you haven't seen her for a week or so And you wanna tell her that you missed her during that week You should use the past tense وحشتيني أنت أجمل وحدة شفتها في حياتي أنت أجمل وحدة شفتها في حياتي أنت أجمل وحدة شفتها في حياتي This sentence means you are the most beautiful girl I've ever seen And this is the most common lies that men like to say Next sentence is أنا عاوز أنا عاوز أنا عاوز أنا عاوز أكمل حياتي معاكي أنا عاوز عاوز أكمل اكمل حياتي معاكي أنا عاوز اكمل حياتي معاكي أنا بحبك أكتر من أي حد تاني أنا بحبك أكتر من أي حد تاني أنا بموت فيكي أنت حلوة أنت حلوة أنت زي الأمر أنت رائعة أنت رائعة أنت أمورة يا عصولة أنت سكرة أنت سكرة أنت سكرة أنت أمورة أنت سكرة أنت سكرة أنت سكرة أنت سكرة